تم بالرباط تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على خمسة موظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وهكذا تم توشيح موظفين اثنين بويسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة فيما تسلم ثلاثة آخرون ويسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من جانبهم أعرب المنعم عليهم بالأوسمة الملكية عن اعتزازهم بهذا التكريم الملكي السامي الذي يعكس العناية التي ما فتأيوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للموظفين بالإدارة العمومية كما تم الاحتفاء بثلاثة موظفين محالين على التقاعد وذلك مكافأة لهم لما أسدوه من خدمات جليلة لصالح الإدارة المغربية